اشتركوا في القناة ولكن تزامنا مع عزبوعنا الوطني الذي اعتدنا بفكرة جماعية في صغرنا يتحول هذه المرة الى عزيمة فريدة وسلوك جميل يحمل معاني كثيرا في فكرة عزبوع المواطنة الذي سناه عدد من الشباب الشادي الغيور على وطنه وسرعان ما تبنى الزوج الرئاسي فخام الرئيس الجمهوري ادريس ديبي اتنو وسيدة البلاد الاولى هند ديبي اتنو هذه الفكرة والتي يجب بان تكون سلوك يومي لاي مواطن شادي يحب بلاد تومي لذا فقد قامت صباح اليوم بغرس ثلاثة شتلات اثنين منها خارج مبنى الرئاسة والواحدة داخل الرئاسة وهذه الشتلات الثلاثة تكون مواكبة لجمهورية الرابعة والتي لا بد بان تكون جمهورية سلوك فردي وجمعي في آن واحد وفي مختلف الحياة اليومية سلوك في التعامل وسلوك في الفعل وسلوك في التصرف وسلوكا في المعنى والمضمون حتى ترس الأجال القادم سلوكا نحن صنعناه بفكرتنا وسلوك نتطلع اليه من خلال هذه الشتلات الثلاثة الى الامل في بناء دولة كلها مستقبل زاهر ومعاني وطنية في كل التصرفات وسيدة البلاد الاولى هند ديبي اتنو بدأت من خلال غرس هذه الشتلات الثلاثة منهجا وسنوكا للمواطنة الحقيقية سيدة البلاد الاولى بعد ان قامت بغرس هاج الشتلات وجهت ايضا رسالة ضافية حول اهمية اسبوع المواطنة وحول اهمية غرس الاشجار في شهر اغسطس نطلب من الناس الايشين في شاد كان شادين كما شادين نعلم انت ايش دبس بلدك ودبس طرابك نطلب منهم اي نادم خليهم يتربوا الشجرة واحد داخل واثنين برا لان ما اليوم يومنا دا انا شغالي دا اه النيدة ودنيدة نطلب من الشعب يتربوا كان في خلال ثلاثة شهور اربع شهور لان الحصة قاعدين فوق دا شهر طمينة زي ما الناس بقول دا شهر انا المي شهر تساكله المي دا بس انا نقول وقت المناسب لنا انينا التشاديد ونتربوا الشجر وانشار لك ربنا ساعد دهي لنا تكون خضر وبلدنا يكون خضر واذا ما تصرف كل مواطن شادي بهذا السلوك وغرس شجرة سنكون قد قرسنا اكثر من 36 مليون شجرة اي تعدادنا السكاني 12 مليون نسمة كل مواطن شادي يقرس سلاة شتلات وبهذا غرسنا 36 مليون شجرة في شهر واحد وتصرفنا بسلوك المواطن وغرسنا ايضا المواطن في كل شادي غير لبلاده وبالفعل ان غرس الاشجار سيهسم بالتأكيد في تعديل نظامنا البيئي ويقف الزحف الصحراوي الذي يهددنا كل عام